السلام عليكم خلال محاضرة النهاردة هنتكلم على الاوبتومايزرز على الويت ادجاستمنت وعلى الترينينج بارامترز هتلاقينا ان احنا في المرحلة ديت من الكورس بتاعنا وخلال محاضرة النهاردة هنبتدي وهنتكلم على الوكال مينيما الجلوبل مينيما واللوكال ماكسما بعد كده هنبص بص سريع على الارتفشل نيران نتورك اللي شفناه في المحاضرة اللي فاتت بعد كده هنروح على الابتومايزر فهنتعرف على هنتعرف على الستوكاستيج جريديان هنتعرف على الادابتف جريديان والادابتف مومنت استيميشن او الادب في خلال محاضرة النهاردة بس هنبص على الماسماتيكال موديل او على الموديل الرياضي للالجوريزم ديت في المحاضرة الجاية هنشوف ازاي ممكن نشتاق الالجوريزم او الالستوكاستيج جريديان الالجوريزم هنشوف ازاي ممكن نشتاق لسنجل ليير نيران نيتورك وهنشوف ازاي ممكن نشتاق لتو لييرس نيران نيتورك وازاي ممكن نبروف بتاعته بعد كده هنحاول نكتب الالجوريزم في المحاضرة الجاية او في المحاضرتين الجايين هنحاول نكتب الالجوريزم ديت باستخدام المثلاك. دي بعض النوتيشن اللي هنشوفها خلال محاضرة النهاردة. خلينا نروح دلوقتي على الـ local minima. والـ global minima والـ local maxima والـ global maxima. لما بنتعامل مع loss function. بيبقى لنا هدف من الـ loss function. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل minimization ونوصلها لـ global minima. وده بيبقى هدف رئيسي في الـ optimization. في الـ optimization بنحاول ان احنا نقلل cost function او نعلي cost function فاذا احنا بنحاول نزود cost function فبيبقى هدفنا ان احنا نوصل لحاجة اسمها global maximum. واذا احنا هدفنا ان احنا نقلل cost function اللي هي في الحالة دية loss function او error فبيبقى هدفنا ان احنا نوصلها للglobal minimum. في مرحلة training او في مرحلة optimization بنبتدي عنده نقطة معينة. فبنعمل random initialization فممكن نبتدي في النقطة ديت او ممكن نبتدي هنا مسلا. في بنستخدم حاجة اسمها learning grade. اذا learning grade الاستيب بتاعته عالية فممكن ياخدني من هنا ويوصلني لحد هنا. بس علشان الاستيب بتاعت الاستيب كبيرة فمش هتقدر توصلني هنا لان هو بيمشي بستيب محددة. فبتبقى الاستيب ديت كبيرة صعب ان هو هيوصل للglobal minimum. ازا كانت الاستيب بتاعت الاستيب صغيرة ازا هو ابتدي هنا فهيوصل بكل تأكيد للglobal minimum. اما ازا ابتدينا بالنقطة العشوائية بتاعتنا خلتنا نبتدي هنا. فهنوصل للglobal minimum علشان هي اللي استيب صغيرة. بس بعد ما وصلنا للglobal minimum ازا جينا نطلع لفوق فهو هيفهم ان loss function بتاعته تزيد. سواء اتحرك في الاتجاه ده او اتحرك في الاتجاه دوت. فهيقف هنا والالجوريزم هيعتقد ان هي ديت global minimum. لكنها في الحقيقة هي local minimum. ودي مشكلة منتشرة جدا في الoptimization هنتعرف عليها اكتر لما هنتدي ندرس في الكورس الجاي. لكن بالنسبة فهتلاقي ان احنا صعب جدا ان احنا نوصل للglobal minima لان احنا بنتعامل معها برامتر كتير جدا بنحاول نعمل لهم كلهم ونoptimize الweights والبايس. فالعملية دي بتخلي ان فيه كتير جدا في المشكلة. فعشان كده هتلاقي ان اللي ما بتعمل ما بتقدرش توصل للهندرد برسنت. طيب تعال ان بص على الالجوريزم الartificial neuron network اللي شفناه المحاضرة اللي فاتت. بالنسبة لlearning algorithm احنا ابتدينا في الاول قلنا ان احنا عايزين نحدد عدد اللي هنستخدمها في المشكلة بتاعتنا او في الneuron network وعدد الneurons اللي هنستخدمها في كل layer. وده طبعا هيبقى تبقى لإيه? تبقى للمشكلة اللي عندنا في ايدينا. وتبقى للخبرة بتاعتنا احنا بنينا neuron networks كتيرة. فعندنا خبرة فبتساعدنا تقول لنا مسلا ان المشكلة دي ممكن نحلها بعدد layers محددة وعدد neurons محددة. مجرد محددنا عدد neurons وعدد layers بعد كده كل neuron عايزين نختار لها activation function. فبنختار activation function اللي مناسبة للمشكلة اللي احنا بنحاول نحلها. بعد كده الneurons دي متوصلة مع بعض عن طريق weights وعن طريق bias. ففي weights متوصل ما بين neurons وفي bias داخل على الneuron مش جاي من اي weight بس هو جاي من قيمة equal one. وفي bias value. فاحنا بنحاول نعمل initialize للقيم weights وقيم ال bias. فبنعمل لهم initialization بطريقة عشوائية. بنديها قيم مثلا ما بين الصفر والواحد او قيم ما بين negative one وال positive one. بس القيم دي مش صح. فاحنا عشان كده عندنا learning algorithm علشان نفضل نعدل في قيم weights وال bias لحد ما نوصل للقيم الصح. بعد كده هنفيد training data. طب ايه هي training data في حالة supervised learning بيبقى عندنا input داخل الneuron network. وعندنا target output. ايه اللي مفروض الoutput يكون في حالة ال input data ديت. فهنقارن ال predicted data اللي هي خرجتلي من الneuron network مع target output باستخدام loss function. بعد كده هنعمل apply وهنطبق حاجة اسمها back propagation بحيث ان هي هات propagate loss value باستخدام optimizers. ومن خلالها هنعمل update لل weights ولل bias. هنفضل نعدل في القيم العشوائية لل weights وال bias بشكل تدريجي لحد ما نوصل لاحسن قيم لل weights وال bias اللي هتدينا predicted data او predicted output قريب جدا من target output. فالعملية دي بيحصل فيها iteration وبنفضل نقلل في loss function واحدة واحدة. اما زي اللي احنا وصلنا لها في الاخر كانت مش مناسبة. او loss function loss value ما قدرتش توصل لكيمة قليلة جدا. فإنه اللي هنعمله هنعمل لل network هنبتدي تاني نحدد عدد مختلف لل layers وهنحدد عدد مختلف لل neurons. ممكن نكون اختارنا مش مناسبة. بتدي نعيد اختيار ونرجع الخطوات ديت من اول وجديد. ازا كانت النتيجة مش مرضية. وده انا الاول بنبتدي بneural network. داخل لها input data. وبيخرج منها output data. كزء من ال data set هو ال input data. وال desired output. بعد كده بنقارن desired output مع output data. فبيطلع لنا error. ال error ده بيخش على loss function. وال loss function بتعدي على optimizer. والoptimizer بيساعدني ان انا اعمل wait update وبias update. بعد ما العملية دي انتهت. بيطلع لي trained neural network اللي انا اقدر اعمل لها deploy. وحطها للابليكيشن بتاعتي. بحيث ان زجالها input تطلع لي output. تمام. بعد ده ما قلنا ان الoptimizer دوت جزء من التريننج بروسس. تعال نتعرف على الoptimizer. هتلاقي ان من المهمة جدا ان احنا نعمل tweak او نعدل model parameters. طب ايه هي model parameters? قلنا هي weights بتاعت neural network وال bias بتاعت neural network. فهتلاقي ان مهمة جدا ان احنا نعدل قيم model parameters او ال weight وال bias. ليه? علشان احنا ازا عدلنا ال weight وال bias او model parameters. فده معنى كده ان هيخليه ال prediction قيمته تتحسن لحد ما نوصل ال correct value او correct prediction. طيب ازاي نعدل قيم model parameters. ال bias وال weight. ازاي نغير قيم model parameters. ازاي نعرف ايه القيمة اللي احنا محتاجين نغيرها. يعني مسلا ان يكون عندنا wait عايزين ندف له قيمة كبيرة شوية. وعندنا wait تاني عايزين ندف له قيمة صغيرة شوية. او عندنا wait عايزين نغير الاتجاه بتاعه من ال positive لل negative. فازاي نجاوب على الاسئلة دي كلها فهتلاقي باستخدام ال optimizer. طيب عايزين نفهم ايه ال optimizer بيعمله? ال optimizer بيستخدم loss function وهو بيربط مع بعض model parameters وبيقارنها مع target output. ف ال weights وال bias والبايز انا هقوله عليه ان هو هيبقى جزء من ال weights. يحصل لها update عن طريق output value بتاعت loss function. فال error ما بين. ال predicted output. وال target output اللي احنا هنسميها loss function. بيساعدني ان احنا نعمل update ونعدل قيم weights كل iteration. فال loss function بتساعدني ان احنا نعمل guide او نوجه البحث. ازا كانت ال weights بتتحرك في الاتجاه الصح او بتتحرك في الاتجاه الغلط. هل مفروض تتحرك في الاتجاه اللي هي ماشية فيه سواء بوزطف او تاكس الاتجاه. تروح الاتجاه سالب. وايه كمية ال update اللي احنا محتاجينها? محتاجين كمية كبيرة شوية لل weight الاولاني مسلا. ومحتاجين كمية اقل شوية لل weight التاني. فهي بتساعدنا ان احنا نجاوب الاسئلة دي. طيب في مجموعة مختلفة من ال optimizers. في مثلا ال gradient descent algorithm. في ال stochastic gradient descent algorithm. في ال adaptive gradient. في ال root mean square propagation. في ال adaptive moment estimation. وفي انواع تانية كتير. خلينا نبتدي. نبص على gradient descent algorithm. ال gradient descent algorithm هو optimizer زيه زي اي optimizer. بنستخدمه علشان نقلل loss function عن طريق the iterations. محاولة بعد محاولة بعد محاولة. فاحنا بنحاول نحرك loss value. في اتجاه الاستيبست descent. يعني بناخد loss function. بنحطها زي ما نكون على منحدر. وبنحاول ننزلها على المنحدر ده واحدة بواحدة. باستخدام ايه? باستخدام negative value لل gradient. فاللي بيساعدنا في العملية دي. نسبة كبيرة هو gradient او partial derivative لل error بالنسبة لل weight. loss function بتبتدي عند نقطة محددة. النقطة دي بتكون random point او بتكون نقطة عشوائية. بعد كده هنلاقي ان loss function بتقل بتشكل تدريجي لحد ما بتوصل لminimum value. بتبقى احنا وحظنا. ممكن القيمة دي توصل لlocal minima. وممكن القيمة دي توصل لglobal minima. الجريدian descent algorithm هو احد اشهر الoptimizers اللي بتستخدم. وهو اقدامهم ممكن يكون مش احسنهم بس هو من اقدام الoptimizers اللي بتستخدم في مجال الoptimizers. وهو marine و robust وهتلاقيه بيطبق المعادلة اللي قدامنا دي. فبيقولك ان الweight بيساوي نفس قيمة الweight اللي قبلها ناقص learning rate مضروب في الجريديانت اللي هي بتاع loss function مقسوم على للويت. بحيث ان هي الweight بتاعي اللي احنا اللي انا بحاول اوجد القيمة بتاعته. بعد كده عندي ال هي اللي هي فرق ما بين والtarget output. وعندنا ايتا هي learning rate او step size. دي بتبقى القيمة احنا بنفترضها من الاول في بداية الاغوريزم بتبقى قيمة constant. وفي بعض الابحاس بياخدوها القيمة variable بتتغير حسب قيمة ال error. ازا كان ال error بدايته كبيرة. فبياخد ال step size او learning rate كيمة كبيرة. وازا كانت ال error ابتدأت كيمته تقل كتير. فيبتدي يقلل قيمة learning rate بنسبة كبيرة. ازا جينا نروح بعد كده على ال stochastic gradient descent algorithm. فهتلاقي ان ال stochastic gradient descent algorithm بنسبة كبيرة او بشكل كبير هو شبه ال gradient descent algorithm. فهتلاقي على عكس ال gradient descent algorithm ال stochastic gradient descent algorithm بيحاول يبص على batch او على جزء معين من ال data. فهو بيستخدم حاجة اسمها المومنتم علشان يجمع ال gradient. والفرق ما بين ال stochastic gradient descent algorithm ان هو علشان ما بيبصش لل data كلها بيبص على جزء معين من ال data. فهو ال competition cost بتاعته او التكلفة الحسابية اللي بيحتاجها بتبقى يقلب كتير ازا كرناها مع ال gradient descent algorithm. بحس ان هو الشبه ال gradient descent algorithm فعندنا ال w new بتساوي w alt زائد ال delta w دوت ال gradient descent algorithm. في حالة ال stochastic gradient descent algorithm احنا هنستخدم مومنتم. والمومنتم دوت هيبتدي ان هو يعمل memorize او هيبتدي يفتكر ايه قيمة ال delta w عنده كل iteration. في الخطوة اللي بعديها ال stochastic gradient descent algorithm هيحدد. عن طريق مجموعة من ال gradients لل previous update او ال update اللي قبلها. بحيث ان هيبقى عندنا ال delta w دي دايما هتساوي برضو ال delta w بس مضروبة في constant. ناقص ال gradient. ناقص ايتا اللي هي learning grade مضروب في ال gradient او ال partial derivative بتاع ال loss function مقسوم على ال w i. بحيث ان ال alpha والاتا هم اللي اتنين عبارة عن positive constant بس ال alpha هتبقى positive fraction. هتبقى رقم اقل من ال واحد. فهتلاقي ان ال learning update هيبقى عبارة عن ال w i. بتساوي ال w i زائت ال delta w. ايه هي ال delta w? هي عبارة عن alpha delta w ناقص ايتا مضروب في ال partial derivative بتاع ال ال على ال wait. ودوت زي ما قلنا احنا هنا بنبص على subset من الترينج data او هنبص على batch من الترينج data مش هنبص على ال data كلها. طيب بادام اتكلمنا على momentum. فهتلاقي ان المومنتم هو عبارة عن حاجة مشهورة جدا بتستخدم في ال optimizers. فبتساعدنا بدل ما بنستخدم ال gradient عند current او عند الخطوة الحالية. علشان نوجه البحث. فالمومنتم بنستخدمه. ليه? علشان هو بيجمع ال gradients بتاعت ال past iterations او بتاعت الخطوات السابقة. علشان يوجهنا ايه الطريق اللي احنا مفروض نمشي فيه. فهتلاقي ان بسبب الاستوكاستيك gradient descent algorithm ظهر لنا adaptive gradient. فالadaptive gradient از احنا بصينا عليه. هتلاقي ان هو عبارة عن modification من الاستوكاستيك gradient descent algorithm. مع pre parameter learning. ايه معنا الكلام دوت? فهو هيساعدنا ان احنا نعمل adaptable learning grade to individual feature. يعني ايه الكلام دوت? احنا زي قلنا عندنا ان learning grade ممكن تبقى كيمته سابتة. ودوت في ال gradient descent algorithm وبرضو في الاستوكاستيك gradient descent algorithm بس قلنا ان في بعض التكنيك بتحاول تخلي ان learning grade بتبقى كيمته adaptive بحيث ان هو كيمته بتزيد قوي حسب كيمة ال error عند وقت محدد وبتقل حسب كيمة ال error عند وقت تاني. وبرضو المشكلة اللي بتواجهنا ان مش كل الweights هتحتاج نفس كيمة learning grade فبعض الweights هتحتاج كيمة learning grade كبيرة وبعض الweights هتحتاج كيمة learning grade قليلة. فهتلاقي ان ال adaptive gradient هو optimal fit ونقدر نستخدمه بشكل ممتاز مع ال sparse data set ازا احنا عندنا input data كتيرة والinput data كتيرة فيها بعض الexamples اللي missing اللي قيمتها بتساوي null واللي ساعات بتحصل كتير انه بيبقى عندنا فيه features هتلاقي ان القيمة بتاعتها بتساوي مسلا سفر او بتساوي واحد. فالweights update في الحالة ديت هنفترض انه عندنا li of t وده هيساوي البارشل بتاع ال loss function على البارشل ال w i. فهتلاقي ان الاستوكاستيك gradient descent algorithm اللي احنا شفناه من شوية كان بيتبع الفورملا ديت. فهتلاقي ان بتاع ال adaptive gradient بيقولك ان learning rate عند كل خطوة بيتحسب حسب الطريقة دي. w i of t plus one بيساوي w i of t ناقص ال eta مقسوم على square root g i i of t plus epsilon كيما صغيرة جدا بس positive مضروب في ال li of t اللي هي ال gradient. بحيث ان ال li of t هي عبارة عن ال partial l by partial w i of t. طيب ايه هي g i i of t? هي عبارة عن ال summation لكل time من واحد لحد t partial l by partial w i of sigma. وزي ما قلنا ان عندنا الابسلون ديت هي قيمة صغيرة علشان مع الوقت ممكن ال g i i of t ممكن تساوي السفر. فمش عايزين نقسم على سفر. فعلشان نتجنب الاسم على الزيرو. وبنحط الابسلون اللي هي بتبقى كيمة بوسطف بس صغيرة جدا. احنا كده كده ضمنين ان ال g i i of t كيمة بوسطف لان هي square value للgradient. هتلاقي ان مشكلة التكنيك دوت ان learning rate كمته بتقل مع الوقت. فده عيب وبسببه جيء التكنيك اللي بعده. اللي هو ال root mean square propagation. هنلاقي ان ال root mean square propagation هو عبارة عن update او modified version للadaptive gradient. وشفنا ان الادابتف جريديان هو modification او تعديل للستوكاستيك جريديان دي السنتي الجوريزم. وشفنا برضو ان الستوكاستيك جريديان دي السنتي الجوريزم هو كان تعديل للجريديان دي السنتي الجوريزم. فهو جيه علشان يحسن مشاكل الادابتف جريديان. بحيس ان learning rate في حالة الادابتف جريديان كانت كمته بتقل جدا مع الوقت. فقال بدل ما يجمع الجريديان من خلال المومنتم. فاقترح ان هو يجمع الجريديان عن طريق fixed window. او عن طريق zone محددة. حيس ان هو قال لك ال GI I of T مش هيخدها بالشكل ده بس. لا هيخدها ان هي عبارة عن بيتا. مضروب في ال GI I of T اللي قبلها. زائد واحد ناقص بيتا. بحيس ان البيتا هتبقى قيمتها ما بين السفر والواحد. فاذا جمعنا بيتا زائد واحد ناقص بيتا فهتدينا واحد. فمعنا كده ال WI of T بلاس وان دي هتساوي ال WI of T ناقص ال ايتا مقسوم على ال GI I of T زائد ال small constant ال Epsilon LI of T فبالشكل دوت هتلاقي ان ال root من square propagation بيركز على ويندو من ال data. مش بيركز على ال data من الاول لحد النهاية. بس بعد كده رحنا على ال adaptive moment estimation وهتلاقي ان adaptive moment estimation او الادم هو يعتبر من اكتر ال optimizers اللي بتستخدم في الوقت الحالي. علشان نعمل implementation للادم هنحتاج نعمل انشايت لم baariable ويبقي راند. هي كما ما بين الصفر والواحد. هنعمل انشايت لم właści اسمه و هيبقي برضو راند كما ما بين الصفر والواحد. هنحمل انشايت لvariable VAB وهيبقي راندم ما بين الصفر والواحد وهنعمل انشايت اي بقي ما بين الصفر والواحد. بحيس ان tram دي دابليو هي عبارة عن Exponential Weight Average للBast Gradients والS دي دابليو هي عبارة عن Exponential Weighted Average للBast Square Gradients. بحيث ان عند اي سامبل T احنا بنحسب الderivative للW الweight والP bias باستخدام mini-patch. فهتلاقي ان الادم الغراثب كان بيحسب ال V دابليو بالشكل دوت اللي احنا لسه شايفينه في الroot mean square propagation beta1 VDW زائد واحد ناقص beta1 partial L by partial W ودوت هيبقى اسمه المومنت like update اللي كان بيستخدم في الستوكاستيك gradient descent algorithm وبعد كده ال SDW فهتلاقي ان هي بتساوي beta2 برضو ال SDW هنا زائد واحد ناقص ال beta2 partial L by partial W اللي هو root mean square propagation like update. فاحنا هنا بنجمع ما بين المومنتم like update والادابتف او الroot mean square propagation like update. فهتلاقي ان الخطوة الاولانية هيبقى عندنا المومنتم زائد الroot mean square propagation like update هنحسب الخطوة دي والخطوة دي والخطوة التانية هنحسب الweight update. فالweight update هيبقى ال VDW corrected. والSDW corrected فالVDW corrected هي عبارة عن VDW مقسوم على واحد ناقص beta1 power T. والSDW corrected فهتلاقي ان هي SDW مقسوم على واحد ناقص beta2 power T. طيب ايه هي الدابليو of T plus one? هتلاقي هي عبارة عن ال WT الweight اللي قابله ناقص alpha مضروب في VDW corrected مقسوم على الSDW corrected سائد الابسو. فالادم في حالة ازا ما كانش عندي بايس فهو بيجمع ما بين المومنتم like update اللي احنا شفناه في الستوكاستيك جريديان للسنتي الالجوريسب. وبيجمع ما بين الroot mean square propagation like update اللي كان فيه adaptive ميكانيزم. بحيث ان احنا بنحاول الليرنين جريت بتاعنا يبقى adaptive. وبرضو مايقلش مع الوقت. فبنحل المشكلة اللي هي بتاعة الادابتف جريديان. فعندنا في الحالة ديت البيتا وان والبيتا تو هم عبارة عن هيبر بارامترز هيحصل لهم تيونينج. والالفا هي learning rate برضو هيحصل لها تيونينج. وكلهم positive values او كيام موجب. الالجوريزم دوت اللي هنستخدمه للاداب ده في حالة ان احنا بنينا neuron network وما عندناش بايس. البياس بيسوي السفر. طيب ازا عندنا بايس. هتلاقي ان الالجوريزم هيبقى بالشكل ده. الخطوة الاورانية. هنحسب ال vdw والsdw ديت خاصة بالweights. وهنحسب ال vdb والsdb دي خاصة بالبياس. فالb هنا دي بتاعة البياس وال w هنا دي بتاعة الweights. هنحسبهم بنفس الطريقة. بس احنا زودنا العلاقة بتاعة البياس هنا. وزودنا العلاقة بتاعة البياس هنا. بعد كده هنعمل ال wait update لكل من ال wait والبايس. فهنعمل ال wait update بالشكل ده. دوت بالنسبة لل wait. وبعد كده هنعمل ال bias update بالشكل دوت. فهتلاقي نفس الكلام اللي عملناه. بس احنا حطينا بس معادلات اضافية للبياس. اللي هي وقت نفس الشكل. وده هيبقى ال wait update بتاعي. وده هيبقى ال bias update بتاعي. اذا اريت البيبر بتاعة ادم هتلاقي ان هو كان بيعمل كومنت ان ال beta 1 تساوي 0.9. ال beta 2 تساوي 0.999. وال epsilon تساوي 10 قس سالب 8. بالنسبة للالفة فحاول ان انت تستخدم قيم مختلفة وشوف ان هي واحدة تشتغل معاك. في المحاضرة دي كنا بنعد بشكل سريع على الاوبتمايزر سواء gradient descent algorithm. stochastic gradient descent algorithm adaptive gradient root minus square propagation. والادم. في المحاضرة الجاية هنشوف ازاي ممكن نعمل derivation للgradient descent algorithm. ونعمل proof للستابلتي بتاعته. والمحاضرة اللي بعدها هنشوف ازاي ممكن نعمل implementation للالجوريزم باستخدام المتلاب وتشوف الconvergence لكل واحد فيه. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. ومع السلام.